قطعت دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات كل الشكوك التي كان البعض يعتقد أنها موجودة حيث أصدرت القيادات الرياضية في البلدين بياناتها التي تشجب التصرف اللا أخلاقي من قبل غوغاء إيران تجاه سفارة المملكة وبالموقف الأخوي الذي أظهر قوة أهل الخليج واتحادهم قلبا وقالبا رياضيا وسياسيا بدأت الخطوات الرسمية لرفض اللعب على أرض فرق إيران التي تستغل الرياضة لأهداف أخرى وتشير التوقع من قبل أهل الاختصاص إلى نقل المباريات على أرض محايدة